اعترافات القديس والتفسير النقدي لكتاب المقدس المسيحي تتناول الفصول التسعة الاولى من الكتاب قصة حياة اغسطين منذ ولادته عام 354 ميلادية الى الاحداث التي وقعت بعد اعتناقه الكاثوليكية في عام 86 يعامل اغسطين هذه السيرة الذاتية على انها اكثر من مجرد فرصة لسرد حياته ولا يكاد يوجد حدث مذكور لا يرافقه تفسير ديني او فلسفي الهدف من الاحداث التي اختارها اغسطين لاعادة سردها هو معالجة تلك القضايا الكبرى ولد اغسطين ونشأ في ثاقاست او ما يعرف حاليا بمدينة سوق هراس في شرقي الجزائر التي كانت آنذاك جزءا من الامبراطورية الرومانية ودخل عالما اجتماعيا يعتبره الآن آثما الى درجة الحماقة المطلقة تعلم في المدرسة الابتدائية مساعي مشكوكا فيها وذات اهداف مضللة ففي كل مكان يتم تدريب الاولاد مثل اغسطين على تكريس انفسهم للجري وراء المادية العابرة بدلا من السعي للبحث عن الله كطالب في ثاقاست ثم قرطاجة كان اغسطين يخوض مغامرات جنسية وفلسفات خاطئة لكن الشاب اغسطين وجد شغفا بالسعي وراء الحقيقة الفلسفية وتعلم مذاهب المانوية والشك والافلاطونية الحديثة هذه الفلسفة الاخيرة سيكون لها تأثير عميق عليه ربما تكون الاعترافات هي التعبير الاكثر ابداعا عن ايمانه المعلق ما بين اللاهوت الكاثوليكي والافكار الافلاطونية الحديثة بالعودة الى ثاقاست ثم العودة الى قرطاج مرة اخرى ثم الى روما وميلانو يواصل اغسطين مسارعة شكوكه حول ما تعلمه واهتمامه الناشئ بالكاثوليكية تأثرا بايمان والدته مونيكا يواصل ايضا متابعة حياته المهنية كمدرس للبلاغة وهي مهنة استهجنها لاحقا باعتبارها مهنة بيع الكلمات الفارغة ومتابعة عاداته في الانغماس في المدعة الجسدية تغيرت الامور في ميلانو حيث قرر اغسطين اخيرا ان الكاثوليكية هي الحقيقة الوحيدة اقتنع اغسطين بوجوب تغيير حياته ولكنه كان في نفس الوقت مفتقرا الى الارادة لتحقيق الانتقال الى تكريس حياته للدين بالكامل بما في ذلك المعمودية والامتناع عن متعة الجسد وفي الاخير تمتع اغسطين بتجربة تحويل شهيرة في حديقة بمدينة ميلانو واصبح كاثوليكيا ومخلصا وعفيفا الكتب الاربعة الاخيرة للاعترافات تخرج عن السيرة الذاتية تماما وتركز بشكل مباشر على القضايا الدينية والفلسفية للذاكرة في الكتاب العاشر وعلى الزمن والخلود في الكتاب الحادي عشر وعلى تفسير سفر التكوين في الكتابين الثاني عشر والثالث عشر على الرغم من هذا التحول المفاجئ الواضح في المحتوى فان الاعترافات متماسكة ككل بشكل ملحوظ قدم اغسطين العديد من نفس الافكار والمواضيع التي تتلقى معالجة مباشرة في الكتب الاربعة الاخيرة الموضوع الموحد الذي يظهر على مدار العمل باكمله هو موضوع الفداء اذ يرى اغسطين سيرته المؤلمة للعودة الى الله كمثال على عودة الخليقة باكملها الى الله يتوافق شكل كتاب بشكل وثيق مع هدفه ومحتواه فهو يدور حول فكرة عودة الخلق الى الله ويهدف الى الهام الاخرين للبحث بنشاط عن هذه العودة اتمنى ان يكون ملخص اعترافات قد اعجبكم واراكم في حلقة مقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة